دشن وكيل محافظة شبوى أحمد الدغاري مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة سكان المتضررين الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وخلال التدشين أكد للوكيل الدغاري أهمية المشروع في مساعدة الأسرة الأشد احتياجا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وندرة سبل العيش التي تشهدها البلاد من جانبه أشهد منسق الإغاثة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظات المهرى وسقطرى وشبوى بتعاون السططة المحلية ومساهمتها الفاعلة في سبيل إصال المساعدات للمستفيدين ويتضمن المشروع توزيع 3950 سلة غذائية بالشكل دوري في مديريات عتق وجردان وحبان لمدة عام كامل بواقع دورة كل شهرين هذا اليوم يتم توزيع 3950 سلة غذائية على مديريات عتق وجردان وحبان وسيستمر هذا البرنامج لمدة سنة على ست دفعات كل شهرين يتم توزيع دفعة